الروز البرياني بالفراخ من اسهل الاكلات اللي ممكن تعمليها خصوصا لو انت لسه عروسة جديدة وعايز تعملي حاجة شكلها حلو طعمها حلو اه وصفتها سهلة جدا تقطعي بصلة متوسطة لقطع صغيرة وبتحمري القطع الصغيرة دي في شوية زيت في الحلة بتاعتك اوكي لغاية اما لونها يبتدي انه يتبل ويصفر اه وتحسي ان البصلة بدأت ان هي تطرة اوكي بالشكل ده انا كان عندي فراخ قريدي كنت متبلها اه لو الفراخ مش متبلها مفيش اي مشكلة خالص اوكي ممكن تستخدموها عادي وهي مش متبلها مهم ان هي تكون اه اه اتحطت في البراين ونطفت وكل حاجة اه انا بقطع الفراخ دايما اه في الوصفة دي بالمقص انا ما بحبش ان انا استخدم السكينة وانا بقطع سلايسز من الفراخ الناية بحس ان المقص بيسهل كتير فبقطع السلايسز الرفيعة دي بالمقص وبحطها على البصل الارادي دي بال اه في الوصفة دي انا باستخدم توابل رائعة اسمها مهران اه هي ممكن تلاقوها عند كل العطارين الكبار اه اللي في مصر ولو حد مسلا اه في السعودية او في الامارات او في اي بلد خليجي اكيد هيكون هيلاقوا البهارات دي فممكن تطلبوهم منهم وهما جايين يجبها لكم بهارات رائعة اه بهارات البرياني دي انا باخد منها كمية قليلة جدا لانها سبايسي اوي يعني الباكت ده كله هما على الباكتج بيقولوا ان احنا انه ممكن استخدم الباكت كله في الاكلة اه الوحدة اوكي بس عشان هما بياكلوا الاكل سبايسي جدا جدا اكتر بكتير مننا فالكمية دي كبيرة قوي على ان انه نحطها كلها في اكلة واحدة فانا بستخدم نص معلقة صغيرة ودي بتبقى كفاية جدا لنص كيلو صدور وبزود على التدبيلة دي شوية كركم عشان يدو الفراخ لون اصفر زريف وبالتالي كمان الروز ياخد نفس اللون الحلو ده بافضل اقلب الفراخ بتاعتي مع البصل والتوابل اللي واردها لكو والكركم لغاية اما اه تبتدي تستوي شوية طبعا النار بتبقى عالية في المرحلة دي لان انا مش عايزة الفراخ تنزل الجوز بتاعنا عايزاها تاخد الاول شك وبعد كده بقى بوطي النار زي ما انتو شايفين احنا في كل ستاب بنعملها بتبقى النار عالية الاول وبعد كده بعد ما بنضيف الحاجة اللي احنا بنحطها النار بتبقى بنوطي النار انا بستخدم رز بسمتي دايمند الرز ده من احلى الانواع اللي في السوق الكواليتي بتاعته حلوة جدا والرزوية بتاعته حلوة قوي اللي هو الهندي ان فيه منه نوعين فالنوع الهندي ده حلو جدا على مج مية ساري على كل مج رز بستخدم نفس المج والمعيار المية بيكون واحد ونص يعني على كوبايتين الرز البسمتي انا بستخدم تلات كوبايات مية 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 مغلية طبعا بنزل الرز بعد ما تكون غسلته كويس زي ما انتو شفتو على الفراخ وبقلبه وبعد كده بزود عليه المية زي ما شفتو من شوية بخلي المية دي تغلي اوكي واول ما بتبتدي تغلي بوطي النار عليها خالص وبسيب الرز يستوي ده بيبقى شكله بعد تقريبا تلاتين دقيقة على النار وطي جدا بيطلع طحفة ومستوي والفراخ قريدي كانت بتبقى مستوية فبتكامل سواها البسيط جدا مع الرز واكلة سهلة جدا وحلوة قوي في العزومات وممكن تزودوا خضار زي بسلة وجزر فروزن في الاول خالص مع البصل في المرحلة الاولانية خالص برضو هيدي الاكلة دي لون احلى ويبقى nutritious اكتر وجربوها هتعجبكم جدا 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 موسيقى